نعم مشاهدين الواقع الإنساني في غزة لا يقل سوءا عن السودان التي تطر فيه بعض العائلات تضطر فيه بعض العائلات إلى طبخ التراب وأكل أوراق الشجر بحسب تصريحات فجرها مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان جاستن برادي برادي قال أن الصور التي تاردوا من بعض المناطق في السودان تذكر بالأسوأ في بطون أطفالهم بل دفع الجوع بعض المناطق إلى أكل أوراق الشجر جديد من ذكر المشاهدين بأن السودان يشهد حربا منذ منتصف إبريل عام 2023 إذ يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان بكلو قتالت طاحنا خلف نحو 15 ألف قتيل وحوالي 8.5 ملايين نازح ولاجئ وفق الأمم المتحدة منصة التواصل الاجتماعي أيضا شهدت تفاعله ألا يستحق السودان النظر إليه وهو يعاني من ويلات الحرب ومآلاتها من فقر ونزوح وجوع وفق ذلك وفوق ذلك يعاني تجاهلا وصمتا دوليا أضافت سيظل تجاهل معاناة المتأثرين بالحرب في السودان وصمت عار على جبين الضمير الإنساني العالمي بحسب سوسن أما الناشطة السودانية زاهية بحر فقد قالت تتطلب مكافحة المجاعة في السودان جهودا مشتركة من المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي والإقليمي لإجبال طرفي الحرب حسب وصف زاهية وهم قادرون إن أرادوا على إيقاف الحرب وفتح الممرات الآمنة لإصال المساعدات الغذائية والماء النظيف والرعاية الصحية للمتضررين